بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلاب إن شاء الله نبتدي مع بعض الجزء العاشر من الفصل الرابع لمكرر هندسة البرمجيات في الجزء ده جماعة نتكلم عن موضوع اسمه Agile Methods and Requirements طيب نشوف مع بعض زي ما اتفقنا هنتكلم عن موضوع اسمه Agile Methods جميل Agile Methods and Requirements طيب إحنا خدنا قبل كده Agile Methods واتفقنا إن هي عملية بيحصل فال Process Activities لكن متداخلة يعني ممكن الديزاين يحدث مع الاسبسيفيكيشن الاسبسيفيكيشن يبقى نرجع تاني للديزاين الديزاين يعمل الامبليمنتيشن بعد كده الامبليمنتيشن يرجع تاني للديزاين الكلام ده كله إنت عارفه قبل كده جميل لاحظ بقى من الموضوع ده إيه هو إن تحديد المتطلبات كويس جدا وتوصقها في عملية Agile ممكن تكون أمر صعب وكمان ممكن نقول عليه مضيع للوقت بالنسبة لأجيل مسود مش كده؟ ليه؟ لأن أجيل يهمها السرعة ما يهمهاش إنك إنت تعيد تحدد في متطلباتك وتحدد في مواصفاتك مش كده؟ يهمها إيه؟ السرعة فإذن بالنسبة لها عملية توصيك المتطلبات دي يا جماعة عملية مهدرة للوقت إذن عايزين نقول بقى إن هي إيه؟ ويست أوف تايم مش كده؟ أو كانت بالنسبة لها مضيعاً مين للوقت؟ لأن التغييرات بتتم بسرعة تمام؟ طيب افرض إن إحنا عملنا توصيك ووصقنا مش كده؟ مش كده؟ ممكن التوصيك ده يكون out of date يعني يكون إيه؟ تقادم خلاص بقى قديم لأن على بال ما بوصق عليه يكون مثلاً فيه فرجن طلع من أجل مسؤت مش كده؟ آه إذن this document is therefore always out of date يعني عادة ما بيبقى إيه؟ ها؟ قديم مش كده؟ جميل تمام؟ وعايز يقولك إيه بقى؟ طيب الكلام ده بيحصل بقى يعني هيحصل إيه طبعاً؟ ده بيقولك خلي بالك بقى أن تحديد المتطلبات دايماً بتبقى incremental متزايدة يعني متطلب ورا متطلب ورا متطلب ورا متطلب وخاصطة كمان في الاكسترين برو جراميك مش كده؟ اللي هي أحد الطرق اللي بتعبل عن أجل مسؤت معاي؟ طيب وإحنا لو افتكرنا كده إن الاكسترين برو جراميك كان بيعمل الكلام ده بس عن طريق إيه؟ استوريز صحي برو فعليك يوزر استوريز مش كده؟ يعني ممكن نقول إن ممكن نقوم بالموضوع ده كـ incremental requirements بس باستخدام استوريز جميل طيب وإيه كمان يا جماعة بيقولك الموضوع ده إن احنا قلنا إن صعب إنك أنت توسق والتوصيك يكون up to date مش كده؟ آه صعب جداً يكون حديث لكن خلي بالك بقى من ناحية العملية من ناحية العملية ممكن تنشأ بعض المشاكل زي إيه؟ لما يكون النظام محتاج تحليل كويس جداً تحليله تحليل مهم تحليل كويس قبل المعناه ما تبدأ التنظام لما يكون كمان critical system أنظمة حرجة يعني أنظمة دقيقة فالموضوع إنك أنت تحليله كويس محتاج إيه؟ توصيك كويس مش كده؟ طيب يبقى في الحالة دي هتبقى مشكلة قدامي إن أنا أطبق للنظام ده إيه بطريقة أجيل لكن ساعات أنا بأضطر أعمل أجيل ميسود لما يكون مثلاً business system أنظمة إيه؟ تجارية محتاج إيه؟ محتاج العملية تتم بسرعة عملية الديزان والتصميم ففي الحالة دي أنا مضطر أستخدم أجيل لكن عندي مشكلة هي مشكلة ما قبل إيه؟ ما قبل بدء النظام اللي هي عملية تحليل النظام طيب في مشكلة تانية ممكن تظهر لما يكون عندي الناس اللي بتشتغل فيه different teams يعني teams مختلفة يعني واحد بيفكر بطريقة التيم بيفكر بطريقة والتيم التاني بيفكر بطريقة تانية لازم بيقى فيه حلقة وصل ما بينهم يا جماعة لازم يفهموا بعض طيب يفهموا بعض عن طريق مين؟ لازم توصق متطلباتك شايفين يا جماعة الحلقات متصلة مع بعضها إزاي؟ يعني أنا عندي طريقة حل بأجيل ميسود أصر على النظام أحصل على نظام جيد لكن بيبقى قدام المشكلة المشكلة إيه؟ تحديد ممتطلباتك وتوصقها إزاي بقى أربط الاثنين مع بعض هو ده الفن بقى إنك إزاي توصق تربط ما بين التوصيق وتربط ما بين إنك تعمل طريقة إيه؟ طريقة أجيل إليها طريقة إليها طريقة إليها طريقة إليها الترقيل إليها الانترليفت المتداخلة مع يا جماعة؟ عشان كتبوني هو system developed by a several teams دي ممكن تعمل مشاكل في التوصيق أنا محتاج أن أنا أوصق كل فكر كل واحد وفي نفسك الوقت أجيل ربطان إن أنا مش قادر مش قادر أنهي الكلام ده بسرعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته